رايح عند اهلي رايح عند امي اليوم بروح على بيتنا ولو عندك الف بيت بيضل بيت اهلك اسمه بيتنا البيت الكبير ولو كان غرفتين بيت الدفا والحضن الاخل ورد والفل والياسمين مع زكزكة العصافير ولسه الضوء اللي لسه مش طالع ومع فنجان هالقهوة ولسه الساعة شايفين؟ اول شي صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم كيفكم تمنوني عنكم بدي احكي لكم شو مناسبة الفيديو بكير اليوم اول شي صراحة انا كثير كثير مبسوطة وسعيدة وحبت انشر لكم الفرحة اللي انا فيها والسعادة يعني والبهج اللي هيك موجودة عندي صراحة انا الي تقريبا ست اشهر ما شفت اهلي نهائيا فكثير مبسوطة اني نازلة عندهم اليوم عيد الام فكل عام جميع امهاتنا بالف خير يا رب والله يرحم جميع الامهات اللي توفاهم الله يعني فاليوم بلي ازورهم وصراحة ما كنت مخططة انه انزل لحد مبارح بالليل تقريبا قررت انه انزل وهيك اشارك معاكم تفاصيل سفري وتجهيزات السفر وكل هاي الامور يعني فسبحان الله امبارح بالليل يعني بنام وصحة يعني معرفت بنام منيح ما بعرف شو السبب يعني فنجان قهوة تقول خلينا اشرب فنجان قهوة واروك طبعا كل شي عندي جاهز شنتي جاهزة البيت كله نظيف كل شي تمام عندي فحكيتك يعني مش غلط الواحد يشرب له فنجان قهوة وصحصح لانه وراي مشواري طويل اليوم ان شاء الله طبعا رح ينزلي لكم الفيديو بعد ما اكون انا وصلت عند اهلي فحكوا لي الحمد الله على السلام والله اللي بقدر اصوره رح اصور لكم اياه والاشياء اللي يعني بقدر انه اشارككم فيها ان شاء الله رح اشارككم وبس اه اول شي يلا خلينا اشرب فنجان القهوة وبعدين نشوف شو رح نعمل احب افرجيكم الشنته وكيف انا نظمت الشنته في الاستأراض انا ما اشتريتها فخليت هنا فرقات واشي فاول شي شايفين كلها منظمات يعني ما بحط الاواعي كلها مع بعض لا في منظمات هيك بسهل علي لما اشي بدي اطول شغلي بدل ما هيك يعني اخرب الدنيا خلاص بكون عارفة كل اه يعني هيك كل كيس زي هي بشوفي فاول شي عندي كثير هذا بيجي طاقم جبته من شي ان بيجي كامل بس هاي بتيجي لحالها كيفين هاي الكيس اول شي عندي انا بتيجي ليا احجام فكثير كثير كيلو هاي المنظمات فهون حطيت فيها كل المكياج اللي راح استخدمه كيفين كل الاشي بخص المكياج قلم حواجب بالمسكارة وهي الشغلات كلها هسه كمان في عندي الكيس الثاني هون حطيت فيه الضيئسكم الأحدية والاسليبرات هون عندي اخذت عطر بس زي ما هو مسكر عشان ما يكسل سموح الله بحب اخذ بكرتونته في عندي علبة صغيرة بس انا حابي اخذ هذا العطر في عندي هون كمان يعني فيه اكيعس شايفين هيك بتيجي كيس زي الشنطة في اشي بيجي مخرم هيك بتيجي انسكرا فكثير صراحة حلوين للتنظيم شايفين هون افرجيكم ان معلش صح خربت نظيم الشنطة بس عشان هيك احابي افرجيكم كيف انا انظم شايفين كل اشي بخص الشعر بحطو مع بعض يعني خلص لما بدي مثلا اعمل الشعر او اشي بعرف على اي اتجاه بدي اروح وهنا عندي السشوار هيك بيجي الو كيس كمان وهاي كل البوكل والاشياء اللي للشعر شايفين كلها هيك بتيجي بوكس مع بعض طبعا هيك هذا زي الشنطة بتنحمل عادي في عندي القطل لشي المكياج اشي المكياج شايفين لساته مسكر اخدت المسكر وهونا مشد هيك احتياط بحبي يكون عندي اشياء هيك فعندي الظل اخر كيسين شايفين هذا الكيس حاط فيه ملابس البيت يعني بستخدمها في البيت شايفين ما اكبر الشنطة ممتاز يعني كثير كبير شايفين يعني بتسع كثير اشياء اواعي لتطلعة هاي اواعي كمان ثاني يعني عشان اذا بدأ اطلع مشوار او اشياء تكون كل شي معاي يعني عن جد هاي الاشياء كبير شراحة بتريح لما طلبنا كل اشي بترتاحي خاصة بالسفر وحطي روحي على البيت خاص بتيجرى في كل اشي شو موجود جواته ممتاز خمام سريع سريع هسا منيجي لهاي الشنطة شايفينها هاي الشنطة بتيجي هيك شايفين وكمان بتتعلق خطي الاشياء اللي بستخدمها بالليل مرتب وكريمات وهيك وفرشات الاسنان وهون خطة كمان يعني كل اشي بخص الحمام والعناية الشخصية وهيك كلها بمكان واحد شايفين واق الشمس ومزين المكياج كريم مرتب بالاسيتون كمان عندي هذا الجهاز للبشرة وهاي بحطها تحت العيون ومخمرية ويعني اشياء زي هيك البدي لوشن وهي الشغلات كلها تحطيها مع بعض وهيكها خلاص عشان ما توسخ لك الدماء ولا تعجي بحالك ولا اشي شايفين تتسكر هيك بحطها بالشنطة طبعا انا خليت هنا فراغ لانه كمان فيه اشياء بدي اشتريها فخليت لها وساع يعني وبعدين بسكرها وهيك بسير جاه زي ل السفر اشتركوا في القناة هون بعد ما طلعت من العاصمة عمن وصلت عن محافظة الموجودين فيها اهلي و أتبعد عن أمانا ت Smoke 4 ساعات أو 3سا 1 خل insgesamt يعني بالباص او لو بالسيارة في الساعات بس انا كنت طالعة بالباص فاول ما وصلت عند اهلي عن جد ريحة الاهل البيت الاهل سبحان الله الو جولة حاله فانا هنا اول ما فتنا هيك قعدنا شوي واتطمنت على اهلي الحمد لله كل امورهم تمام وكويسين الحمد لله كنت مشتاقة لهم كثير فشربت قهوة انا وامي وقعدنا هيك اخذنا استراحة بعدين اخواتي جابوا طرطة واحتفلنا بعيد الام طبعا هو مش احتفال احتفال لا يعني انه بس جبنا هيك وقعدنا يعني انه مع بعض وجمع يعني بس مش انه احتفالات وهيك لا اكيد والحمد لله قعدنا وانبسطنا ويجو اخواتي وكثير كثير انبسطنا وطبعا انا ما طولت يعني تقريبا من خمس لست ايام مش اكثر فما حبيت اني اصور اظنى ماسك الكاميرا وتصوير تصوير لانه انا بدي اشبع من اهلي قبل لانه يعني ما بعرف متى بدي ارجع مرة ثانية على خير يعني ان شاء الله فهيك حبيت اصولي لكم مقتطفات بسيطة حتى اشارككم فيها وكمان عشان اضلها ذكرى عندي بالقناة وهاي اول مرة الي انا بطول ما برو عند اهلي يعني تقريبا قعدت ست شهور فهاي كانت عن جد اول صفر بطول فيها بالنسبة الي يعني عادة كل شهرين او شهر شهرين ثلاثة بنزل بس هاي المرة طولت يعني فالحمد لله وهنا هيك يوم الجمعة شربنا القهوة انا وخواتي الله يخليهم يا رب ويحفظ لكم اهلكم ان شاء الله ويجمعكم فيهم على خير وهون كنت انا مروحة استنى التاكسي عشان اروح ولياسمين طبعا بعد ما رجعت على البيت الحمد لله هذا اليوم الثاني بعد ترويحتي من عند اهلي الزيارة كانت كثير حلوة قعدت تقريبا خمس ايام او ست ايام بس كثير كثير انبسطت والحمد لله فما قدرت انا ازللكم فيديوهات ابدا ابدا فاروحتي على البيت وارتحت هيك لاني كنت كثير تعبانة فوصلت يعني خلاص كنت مستوية فاليوم صحيت الصبح نظفت البيت ورتبت وغسلت كل الغسيل اللي كان معاي و اه كل شي صار تماما انا حبيت الفيديو استمتعت وفيه و هيك صورتلكم مقتطفات خفيفة اه طبعا ان شاء الله هذا الاسبوع في فيديوهات نار و شرار استنوني بالفيديوهات الجاي فيديوهات كثير حماسية مشتريات الرمضان رح نعمل زينة رمضان رح نعزلي البيت كل اشي بس كونوا في الانتظار و اذا كنتوا اجداد على القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة و لايك للفيديو اذا حبيتوه و لهون بحكي لكم تصبحوا على الف خير سلام